ثلاثون عائلة تعيش في هذه العمارة لأكثر من 12 سنة دون غاز في قلب مدينة البرواقية هذا الشق الذي تشاهدونه يقسم العمارة إلى نصفين سببه لا مبالاة من قبل المؤسسة المنجزة وعدم المتابعة من قبل الهيئات المختصة ليحول دون ربط هذه العمارة بالغاز كل عام يقولون العام هذا نديروك أنا في مدد عشر سنة ناس رأي في الدوور برا رأيوا سألهم الغاز نحن في قلب المدينة في البرواقية مكش نضرينا الإسكالي كان ندرج لبس عليهم مقرع الغاز درجة ما قاعدش فهرت يعني الميام الضريري الضريري يومي ترقوا لداخل الله برا كيكش خورك برا يسمى ساتر ربك ريقول لك هذا الشوق هذا يعني مو شبلوك هذا صراحة رحلة البحث عن قرورة الغاز والأمراض العديدة بسبب برودة تقسي المنطقة مشاكل أرقت سكان العمارة ناس رأي مقاطرش تحمل الوضعية هذه اللي رأنا فيها وضعية مزرية وراكين مشاكل هنا والناس تسبت لهم حتى في أمراض العيلة خاصة الأطفال الصغار نحن رأنا قاعد مرضى والأولادنا قاعد مرضى أنا لرني ديسكال والعملية جيراني هنا 12 واحد قاعد مساكن بالعملية القراءة الغاز من هي نضطر به نطيل وفان ميل بيهجب للقراءة الغاز ما نقدر شانه عيسة دائرة البرواقية أكدت لنا أنها حريصة على تزويد هؤلاء السكان بالغاز تم مناسلة مصالح سون الغاز من أجل مباشرة الدراسة لحل هذا المشكل شريطة أن يتم ترحيل ساكنين الذين يقتنون بالطابق الأرضي تمت الموافقة على مستوى الولاية لترحيل هذه الساكنين وفور انتهاء الدراسة إن شاء الله سوف نباشر في أشغال الربط ليبقى هؤلاء السكان بين مطرقة الإهمال وسندان سوء التسيير ترجمة نانسي قنقر